نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية في قرية أم الرضا في مركز كفر البطيخ بضميات ضمن جهود المبادرات الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وقال مدير مدرية الصحة بضميات الدكتور سيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملان صيدلية وجهاز أشعة وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا خفل العلاجية وضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة موجودين نهاردة في قرية أم الرضا الجديدة التبع لمركز كفر البطيخ خفل العلاجية من الخدمات المميزة جدا بتقدمها وزارة الصحة للمواطنين في الأماكن البعيدة خصوصا أنها بتستهدف الأماكن البعيدة عن تشفية المركزات بمسافرة تقل على 15 كم خفل العلاجية بتقدم لعداد التخصصية والمعمل والأشعة وصرف العلاج بالمجان المواطنين إلى جانب إمكانية حالة الأرب مستشفى مركزي في حل احتياج لاستكمال الخدمة وده طبعا بيتم متابعته بعد انتهاء القافلة وده طبعا بيتأكد المواطن حصل على خدمته كاملة نحن بنشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه هو مهتم بالناس الغلابة والناس الفقرة اللي هم مثلا تعبانين ومش قادرين يكشفوا وبنشكر وزارة الصحة أن هي تمعا لها فضل كبير علينا وعلى أهلنا أن هم بيجوا مرضاك ماخدين بالهم من الفئة التعبانة اللي ظروفها الصحية مش قادرة تروح تكشف في المشتشفية طبعا متوفر في القافلة عيادة الأسنان والجراحة وكل التخصصات موجودة هنا وإن شاء الله هي متوفر لها كل الإمكانيات سواء من وزارة الصحة أو هنا من مركز شباب وموردة الجديدة الموفر كل الإمكانيات بصراحة سواء تنظيم أو يعني مساعدة الناس الموجودة القافلة موجودة بجميع التخصصات القافلة موجودة تحت إشراف طقم طب محترم موجودة باستمرار العلاج موجود الإشاعة موجودة التحاليل موجودة